انظروا إلى هذا التفاعل المبين أمامكم وجدوا جهد الخلية القياسي ورمزه حرف E وفوقه صفر صغير يتم إيجاد جهد الخلية القياسي من خلال استخدام جهود الإختزال القياسية انظروا إلى هذا التفاعل النصفي الأول ولاحظوا أن أيون الفضة AG+, يتحول إلى الفضة الصلبة عند إضافة أيون إليه وهذا يعني أنه تم اختزال أيون الفضة وكما تعلمون أن اكتساب الإلكترونات يعني تفاعل اختزال أي أن هذا تفاعل اختزال نصفي ويرمز للحالة الصلبة للعنصر هنا بالحرف S إن التفاعل الموجود على الطرف الأيمن هو تفاعل اختزال لأيونات الفضة إذ قد تم اختزال أيونات الفضة إلى الفضة الصلبة أي أن هذه المعادلة تمثل تفاعل الاختزال النصفي وصيغتها على النحو الآتي AG زائد إلكترون يساوي فضة صلبة إن جهد الاختزال القياسي لهذا التفاعل النصفي يساوي 0.80V لاحظوا أيضا من خلال هذه العملية أن الزنك الصلب Zn قد تحول إلى أيون الزنك ذو الشحنة 2+. وذلك بعد أن فقد إلكترونين وفقدان الإلكترونات هذا يسمى أكسدا لاحظوا أن صيغة هذه المعادلة تبين أن التفاعل النصفي تفاعل اختزال إذ تم اختزال أيون الزنك ثنائي الشحنة الموجبة وذلك باكتسابه إلكترونين إلى ذرة الزنك الصلب وهذا يعني أنه لا بد من كتابة صيغة تفاعل أكسدا نصفي لأن المعادلة المبينة في الجدول تمثل تفاعل الاختزال النصفي وكل ما عليكم فعله هو عكس هذا التفاعل أي أنه سيبدأ بذرة الزنك كما هو مبين أمامكم حيث ستفقد إلكترونين حتى تتحول إلى أيون الزنك ثنائي الشحنة الموجبة فكما ذكرنا سابقا أن فقدان الإلكترونات من المادة المتفاعلة يعرف بالأكسدا ولإيجاد جهد الأكسدا القياسي لهذا التفاعل النصفي انظروا إلى جدول جهود الاختزال القياسية ولاحظوا أنه يساوي سالب صفر فاصلة سبعة ستة فولت ولأنه تم عكس التفاعل النصفي بحيث صار في الاتجاه العكسي أي تفاعل أكسدا فلابد من عكس إشارة القيمة من سالب إلى موجب أي أن جهد الاختزال يساوي سالب صفر فاصلة سبعة ستة بينما جهد الأكسدا يساوي موجب صفر فاصلة سبعة ستة إذن جهد الاختزال القياسي لهذا التفاعل النصفي يساوي موجب صفر فاصلة سبعة ستة فولت لاحظوا من خلال هذه المعادلة أنه قد تم اختزال 2 مول من آيونات الفضة إلى 2 مول من ذرات الفضة الصلبة أما المعادلة التي في الأسفل فتبين أنه قد تم اختزال مول واحد من آيونات الفضة إلى مول واحد من ذرة الفضة الصلبة ولهذا لا بد من ضرب جميع أطراف المعادلة في 2 فيصبح لديكم 2 مول من آيونات الفضة والذي يتطلب بدوره 2 مول من الإلكترونات حتى يتحول إلى 2 مول من ذرات الفضة الصلبة وتجدر الإشارة إلى أن ذلك لا يستدعي ضرب جهد الاختزال في 2 أيضا لأن الجهد الكهربائي خاصية مكثفة أي أن قيمة الجهد هي نفسها مهما اختلف عدد مولات الفضة وعليه اتركوا قيمة جهد الاختزال هنا كما هي إن عدد الإلكترونات في تفاعل الاختزال النصفي الآخر متساون أي أنه يمكنكم دمج هذين التفاعلين النصفيين مع بعضهما للحصول على التفاعل الكلي لاحظوا أن الإلكترونين الذين فقدتهما ذرة الزنك في هذا التفاعل هما نفس هذين الإلكترونين الذين اكتسبتهما آيونات الفضة في هذا التفاعل أي أنهما سيحدفان من المعادلة لتصبح صيغة المعادلة على النحو الآتي 2AG زائد ZN صلب هذا طرف المواد المتفاعلة أما النواتج فستكون على النحو الآتي 2AG زائد ZN بلاس 2 لاحظوا أن التفاعل الكلي الذي تم إيجاده هو نفس التفاعل المعطى لكم في المسألة تذكروا أن السؤال يتطلب إيجاد جهد الخلية القياسي كما تعلمون أن التفاعل الكلي هو حاصل جمع تفاعل الإختزال النصفي مع تفاعل الأكسد النصفي وهذا يعني أن جهد الخلية القياسي هو حاصل جمع جهد الإختزال القياسي مع جهد الأكسد القياسي أي أن جهد الخلية القياسي يساوي موجب 0.80V زائد موجب 0.76V ويساوي موجب 1.56V ومن الجدير بالذكر أن القيمة الموجبة للجهد تعني أن التفاعل تلقائي وبهذا تعرفتم على طريقة استخدام جهود الاختزال القياسية لإيجاد جهد الخلية القياسي نصل بذلك إلى نهاية الحل